السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي قناة كوراس بورت اهلا وسهلا بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة هتكلم فيها عن الاعلى هنرد فيها عن كل الاكاذيب والشائعات المغرضة لو قلبك جامد كمل الفيديو للنهاية علشان تشوف الفضايح وياللي رايح كتر من الفضايح ما تنساش لو انت اهلا وقلبك جامد حديد في حديد اضرب اللايك الشديد عشان نوصل لكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا ونخش على طول على بركة الرحمن في الفيديو بتاعنا الاخ طار التفويتة اللي نسي نفسه كان فوتاتي قديم في مباريات الابيض والاصفر نهاردة بيتكلم على ان جماهير النادي الاهلي العظيمة والعريقة تخشى مواجهة الزمالك في نهاي دوري ابطال افريقيا وان جماهير الاهلي والاهلوية في كل مكان في المعمورة خايفين من مواجهة نادي الزمالك وبيتمنوا تأهل نادي الرجاء لمواجهة النادي الاهلي لان لو الزمالك واجه الاهلي في نهاي دوري ابطال افريقيا هيحصل في ضيحة زي ضيحة ماميال دي سندوينز والاهلي هيشيل 5 هو مين اللي كان بيشيل 5 يا كابتن تفويتة تفويتة نسي الستة واحد تفويتة نسي خمسة الوداد تفويتة نسي خمسة النجم الساحلي دول اللي شفناهم على العنينا تفويتة نسي الخمسة بتحرس الحدود نسي الخمسات تفويتة يعلم جيدا عزيز المشاهد الاهلاوي المحترم إن مطش الأهلي في نهاية دوري أبطال أفريقيا هيكون صعب جدا 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 على ناديه تفويته زي المدربين الأفارقة لما بتيجي فرق على قدها تلعبك كنادي أهلي في دوري أبطال أفريقيا أو في أي مسابقة أفريقية تلاقي المدرب يطلع وقولك إيه جئنا لنفوذ على الأهلي في عقر دور هو عارف من جواه ومتأكد أنه هو هيشيل زلط بس بيجي عشان يطلع الرعب اللي جواه والخف والقلق اللي جواه يطلعه على الفرق اللي قدامه فالنهاردة الأخ تفويته شايف إن جميل الأهلي ألقنا أتمنى أتمنى أن الأهلي يواجه الزمالك في نهاية دوري أبطال أفريقيا أولا ليكون نهاية مصري خالص ثانيا عشان نرد على تفويته وعلى أشكال تفويته واخد بالك الكلام اللي بيقول حد زمالكاوي محترم بيقول إن بن شرقي أفضل محترف في الدور المصري والنهاردة شفنا المعلق بلال علام بلال أحمد علام في مباراة الزمالك والإسماعيل الودية والحبية ولاد العم ولاد العيلة الوحدة النهاردة شفنا الأخ بلال علام مع إحراز بن شرقي للهدف الثاني في المباراة صال وجال في التعليق سيد بن شرقي أبوس راسك أبوس إيدك أبوس رجلك كل الكلام ده كله هل تعلم عزيزي المشاهد الأهلاوي المحترم اللي بيتابعنا أن أشرف بن شرقي عدد أهدافه في الدورية المصري الممتاز كم هدف يا بيه؟ أربع أهداف في حين وهو جناح هجوم يعني المفروض يجيب أهداف أكتر من كده في حين أن علي معلول باكليفت النادي الأهلي مش هقولك وينج ليفت باكليفت النادي الأهلي أحرص خمس أهداف للنادي الأهلي فتخيل مدافع أحرص خمس أهداف وراجل في الجزء الهجومي أو في الحتة الهجومية وجاب أربع أهداف ويطلع واحد مطبلات رخيص يقولك أصل بن شرقي هو أفضل محترف بن شرقي محدش يقدر ينكر أنه لعب محترم ولعب مميز وعنده إمكانات وفارق جدا بالمناسبة مع نادي الزمالك ويمكن هو الرقم الأصعب في تشكيلة نادي الزمالك يعني شيل بن شرقي من فرية الزمالك الزمالك بتخسر خمسين في المية من قوتها الهجومية خلاص معادش ساسي معادش مصطفى محمد سهل جدا يتمسك تمام؟ هو بن شرقي امسك بن شرقي خطورة الزمالك راح اقفل على بن شرقي خلاص مفيش زمالك ولكن مش معنى كده لو جبت نجم في المنصورة مثلا أو نجم في غزل المحلة أو نجم في امبي معنى نجم امبي هو أفضل محترف؟ لا مش أفضل محترف بالأرقام بن شرقي ليس أفضل محترف في الدور المصر والبقى والتر بواليا يا جماعي يبقى إيه؟ لما بن شرقي بأربع أهداف أصبح أفضل محترف في الدور المصر والتر بواليا مهاجم الجونة راجل جايب 13 جون لنادي الجونة في الموسم تالت هداف الدور المصري يبقى إيه؟ لما أشرف بن شرقي هو أفضل محترف ولكن المطبلطية دايما بيحبوا زي كده ماسيح الجوخ بيحاولوا دايما ان هم يكسبوا بونت عند الجماهير يحاولوا يكسبوا بونت عند الإدارة خوفا من رئيس معزور رئيس سابق فبيحب يطبي طيب طبعا المعلق ساعات بيحب يحزق شوية ولكن مش مشكلة هو الحزق للنادي بتاعه والنادي اللي بيشجعه النهاردة نادي الزمالك بعد فوزه على نادي الإسماعيلي هناك احتفالات صاخبة صاخبة يعني وانت بتشوف احتفالات لعبت الزمالك النهاردة ما احراز كل هدف تحس ان اللعيبة جابت أهداف في كأس العالم للأندية في مطش نهائي يعني الزمالك وباير ميونخ كأس العالم للأندية نهائي الزمالك فاس تلاتة واحد مع كل احراز الهدف هدف عالمي بقاو اجري وافرح وزعطط ونطط مع العلم يا جماعة انتو بتحسنوا وصافة الدوري انتو ما حسنتوش بطولة انت بتحسن مركز تاني انت عارف يعني مركز تاني؟ وعشان كده دايما دايما بنقولها كون انك تكون أهلاوي دي نعمة مش تقليل من نادي الزمالك ولكن دي نعمة لأن النادي الأهلي ما عندوش غير نمبر ون رقم واحد أي مركز تاني هي خسارة بالنسبة لي المركز التاني زي التالت زي الرابع زي العاشر اذا ما طلعش المركز الاول فانا خسرت كل دا حاجة النهاردة بنجد المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك طالع فرحان ومبسوط ان نادي الزمالك خد المركز التاني قناة نادي الزمالك الرسمية بتطلع تقول ان هم فرحانين ومبسوطين والحمد لله رغم كيد الكائدين وتدبير المتآمرين الزمالك حصل على المركز التاني يا جماعة وسبحان الله هو مين اللي بينفس الزمالك على المركز التاني عشان بس ايه يعني ما نبقاش بنقول كلام ونطلع نقول كلام عكسه مين اللي بينفس الزمالك على المركز التاني بيرامدز هل بيرامدز هو المتآمرين وكيد الكائدين انت كنت مبارح كل جمهور الزمالك بتشجع بيرامدز ولا اول مبارح مصر كلها مبارح عن بكرة ابيها كل اللي كان بخطين حمر مبارح كان بيشجع الزمالك كان بيشجع بيرامدز فهل البيرامدز هو كيد الكائدين اللي مش عايزك تكسب مركز تاني ولا مين بالزبط وهو مش معقولة النادي الاهل لان النادي الاهل ما بيحطش عينه على المركز التاني النادي الاهل عينه على المركز الاول مين اللي بينافسك على المركز التاني البيرامدز هل البيرامدز هو اللي بيدبر المؤامرات عشان يوقع الزمالك عشان ما يوصلش للمركز التاني وارد تعال نشوف المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك الامير مرتب قالك الدور خلص وبعد خصم النقاط وكل حاجة كانوا عايزين يعملوها. واحنا خلصنا الموسم زي ما احنا عايزين رغم كل الظروف. السؤال يطرح نفسه. عزيزي المشاهد المحترم. هل هدف وغرض وطموح. طموح ويتيجي بسرعة. الزمالك هو الفوز بالمركز التاني وكلام بشي في الكرة. بيقولك كده. بيقولك اللي احنا عايزينه وعملناه. اللي احنا عايزينه وصلنا له. وهو اصبح الزمالك نمبر تو في العالم كله على مستوى العالم في الحصول على المركز التاني في بطولات الدولي المحلية. تعال نروح لبندق. بندق. اللي طلع اكتر من مرة قبل كده يقولك. اتحدى. قولا واحدا. ان الزمالك يتخسل منه تلات نقاط. اه. اصل المستشار يا بيت. قالوهم. اه. ما عارف انت قالوله. قالوله. المستشار قالوهم على جساتي. ده نعتزل المحامات. لو تخصم نقطة واحدة من الزمالك. فالنهاردة. الاخ خالد الغندور له كامل الاحترام والتقدير. بعد خروجه في اكتر من حلقة وفي مقدمات نارية مقدمة خالد الغندور النارية ردا على خصم نقاط الزمالك. قالك الاعلام بيود الناس في حتة ان النقاط هتتخسم. وما فيش حاجة هتتخسم. وقولا واحدا يا جماعة ما تصدقوش ان في حاجة هتتخسم. فالنهاردة بعد فوز الزمالك على الاسماعيلي. نزل خالد الغندور ببسط على صفحيته الرسمية. اللي عمل بلوك بالمناسبة مش عارف عمل بلوك ليه. ولكن فريق الاعداد الحمد لله ما بتعملش ليه بلوكات في اي حاجة. فكتب على صفحيته الرسمية قالك ايه? بعد خصم ثلاث نقاط. خلي بالك. بعد خصم ثلاث نقاط. ومضش انسحاب. يعني الزمالك لعب اتنين وتلاتين اسبوع. لا. ما احترامك كامل لك انت كذاب. الزمالك لعب ثلاثة وتلاتين اسبوع. والاسبوع بتاع النادي الاهل ما لعبوش. ما راحش. وتخصم منه ثلاث نقاط. ورغم كده الزمالك في المركز التاني. والموسم الجديد في دوري ابطال افريقيا رغم انف الكارهين. مبروك لجمهور الزمالك العظيم ورجالة الزمالك. وان شاء الله لحد خير. اذا. البوق الاعلامي لنادي الزمالك وهو خالد الغندور. بيعترف بخصم الثلاث نقاط. بيعترف المباراة بتاعة الانسحاب. وبيعترف ان هدفه وغرضه الاسماء والاقوى وهو الحصول على المركز التاني. عشان نتأهل لدوري ابطال افريقيا. بس. فين يا باشا اللقب? انت بقى لك خمس سنين ما بتكونش دوري. يا بيه? اخر خمس سنين النادي الاهلي بياخد الدوري. وانت بتطلع من المولد بكاس مصر. اخر من الفين وخمسة لالفين وعشرين خمستاشر سنة. الزمالك لم يحصل الا على دوري واحد. انت عارف يعني دوري واحد? هو اللي بلاش. طيب. تعال نروح لواحد تاني برضو من الناس اللي انا بحترمهم شخصيا وهو هيسن فهم. نجم نادي الزمالك والمحلل في قنوات بي ان سبورت. قال لك باعزم كلمات المدح. ده يا جماعة الناس دي فرحانة بالمركز التاني. يعني احنا كاهلوية لما فرحنا بالمركز الاول وحسم اللخب والفرق بيني وبين الزمالك تلاتة وعشرين نقطة. تلاتة وعشرين نقطة? الزمالكوية تلعو لك ها 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 انتو بتزيتو. انتو بتعملو ايه ده? بطولة ملهاش لازمة. النهاردة نجوم ورموز الزمالك وجماهيرهم وادارتهم فرحانين ومبسوطين ان هم حصلوا على اللقب او المركز التاني اللي ياهلهم لدوري ابطال افريق. فقال لك ايه عيسان فاروق بقى احتفالا بالمركز التاني. يعني احنا كاهلوية لما اكسب البطولة لما يطلع واحد الاول على المدرسة بتاعته الاول على الكلية بتاعته ويجي يحتفل يقولك انتو بتزيتو ليه وبتزيراتو ليه? هو عمل ايه يعني? هو عمل ايه يعني? يعني في حد ما عملش العمل? لا كله بيعمل اللي هو عمل. ويجي واحد تاني يطلع المركز التاني بمسافة شاسعة وفرق شاسع في الدرجات او في النقاط. يطلع يفرح ويعمل زيتة وزنباليتة ويعمل ليه للا اهل الله. فالاخ هايسان فاروق قلق بقى? بقى احزم كلمات المدح والسناء وبارق عبارات الحب والوفاء. ات قطلم بخالص الشكر للعب الزمالك الاوفياء على هذا المجهود الكبير. دمتم عزماء. يجدعان انتو هتجننونا. عزماء ايه يا عم? هو انت فرقة تاخد مركز تاني يبقى عزماء. وما اللي عملين يكسبوا مركز اول وما عندهمش هدف غير المركز الاول. دول ايه? عزماء العزماء? زي مستر افصاص بنس ولا احنا ايه يعني مش فاهم. ولكن خلينا اقول لك حاجة عزيزي المشاهد الاهلاوي المحترم. ان تفكير المنافس بتاعك هو هيفضل كده. انا اه اه افضل مركز تاني مش مشكلة. كل خمس ست سبع سنين اكسب بطول الدوري. اه الناس تتعطف. الناس تتلطف. الناس تساعد. الناس تساند. وبنكسب بطول الدوري كل خمس ست سبع سنين عشان الناس ما تزهقش. يعني مش على طول الاهلا يكسب بطول الدوري. لأ. احنا برضو لازم نساند برضو. دول تلاتين في المية من جمهور الشعب المصر يعني. فلازم نساندهم كل سبع سنين ثمان سنين ندهم بطولة كده اتفضل. يلا يفرح بها شوية عشان كمان سبع سنين مش هتشوفها تاني. واحد كزا. واحد كزا. فانا مستغرب نادي كبير وعظيم بقيمة نادي الزمالك. يا جماعة ما يبقاش طموحكم كده. اقصى امانيكم واقصى طموحاتكم. انك تاخد المركز التاني. يا عم ده انت برمز السنة الجاية هياخد منك المركز التاني. هتبقى تعمل ايه? تنفس على الثالث والرابع. برمز اللي انت بتشجعه اليومين دول وبتطبله اليومين دول. هياخد مكانك السنة الجاية. هتبقى تعمل ايه? هتبقى تعمل ايه? هتروح تلعب في كونت فيدرالية? وارد. وساعتها برضو الناس اللي طلعت طبل دلوقتي ايطلعوا برضو يزيتوا ساعتها يقولك احنا عزماء. بقى ان احنا خدنا المركز التالت. رغم انف الكارهين والكيدين والنش عارف مين. وده تدبير المتآمرين. تعال نروح لتصريحات اخرى. الاخ احمد جمال. الاخ احمد جمال عمل مقدمة نارية. واحتفالات بفوز الزمالك. قالك الزمالك فاز برغم انف المتآمرين. مش عارف مالهم ومال الانف يعني. خالد الغندور يقولك انف الكارهين. احمد جمال يقولك انف المتآمرين. وانت يا جماعة متوزع عليكو سكريبت بتقولوه بس يعني بتغيروا الكلمات مثلا. فاحمد جمال قالك ايه? رغم انف المتآمرين الزمالك يحافظ على المركز التاني. والله العظيم لو بعرف ازغرت لكنت زغرت. اقسم بالله لو بعرف ازغرت. لكنت زغرت لقناة نادي الزمالك. ولنجوم نادي الزمالك اللي فرحانين ومبسوطين ان اقصى طموحاتهم بقدار يحققوها هي المركز التاني. الحمد لله. على نعمة النادي الاهل. الاهل نعمة. الاهل نعمة لكل جماهيره. وبرضو الزمالك اكيد نعمة. بس الجماهيره هم هم مبسوطين بالمركز التاني. انما احنا ميدفعش عندنا غير المركز الاول. نمبر ون. خلصت اخبارنا. ما خلصتش حكايتنا. استنى منكم كل قراءكم وتعلاقاتكم وخلي بالكم. في الفيديو الصباحي هيبقى فيه رد ناري على رمضان. وكل كلمة قالها رمضان مع عمر قديم. هنرد عليه بالورقة والقلم. شكرا ليكم. سلام عليكم.